اشتركوا في القناة ورأى أن العبد صالح وأنه لا يستطيع أن يغيه بالأفعال قام يوسوس له ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له ذلك قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة ما قدر علينا فجاء بالوسوس وقال ذاك صريح الإيمان هذا أصل الوسوس يعني إذا وقع الوسوس فهذا دليل على هذا ولكن هذا لا يعني أن نثني على الموسوسين فإن الاستجابة للوسوس شر يجب اجتنابها ومن جاءه الوسوس هو على نوعين النوع الأول أن لا يكون الوسوس غالبا عليه لا يكون الوسوس غالبا عليه وإنما يأتيه ويذهب وهذا يعالج بكثرة الاستعاذة فيستعيد بالله منه ويدفل عن يساره ويقرأ القرآن ويقرأ الأحاديث والنوع الثاني أن يكثر على الإنسان حتى يغلب عليه وهذا لا يصلح علاجه بفعل من الأفعال لأنه كلما فعل كلما ازداد في الوسوس حتى لو قرأ القرآن يزداد في الوسوس فكيف يكون علاجه يقول الفقهاء علاجه بالإعراض التام ما معنى الإعراض التام أن لا ترتب عليه فعلا ولا تركا حتى لو جاءك اعتبره كمجنون يتكلم من ورائك وأنت على يقين أنه لا يضرك ولا تفعل شيئا من أجله ولا تترك شيئا من أجله بعض الناس إذا جاءه الوسوس فتح القرآن ليقرأه فيطمع فيه إبليس فيوسوس له في القرآن يقوم يصلي فيوسوس له في الصلاة ولا تترك شيئا من أجله إذا كنت قرأ القرآن وجاءك الشيطان يوسوس لك يوسوس لك لا تترك القراءة استمر اتركها إذا أردت أن تترك القراءة أما من أجل الوسوسوس فلا تترك إذا فعلت هذا وصبرت اعرف أن المسألة تحتاج إلى صبر لأن إبليس يأتي للموسوس بصفة الناصح المشفق في الصلاة هذه صلاة والصلاة الصلاة بين العبد وربه وإذا بطلت صلاتك ماذا بقي لك انتبه اخرج اذهب توضى حتى يفسد عليه صلاته وليس بناصح ولكنه إبليس فيحتاج إلى صبر اصبر في الوضوء يأتيك الوسواس توضى وانصرف يأتيك إبليس يقول باقي شيء قل ما لك شيء لا تلتفت إليه واذهب وصلي والله لن يضرك والله لن يضرك تقرأ تقرأ القرآن جاءك إبليس واسبوس استمر اتركه استمر اقرأ والله لن يضرك بل ستثاب لأنك تجاهد إبليس ثم ييأس منك إبليس فيترك في هذا الباب ويبحث عن باب آخر إذن يا إخوة مثل هذا الأخ الذي يقال إن عنده وسواس قهري يعني أن الوسواس غالب عليه العلاج الوحيد له الإعراض التام ومعنى الإعراض التام أن يوقن أنه لا يضره وأن الله رحيم وأن الله لا يمكن أن يعذب عباده بهذا وأن هذا ليس من الدين الله يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج كيف يكون إنسان يتوضى سبعين مرة يكون من الدين من حرج أن يكون من الدين فتعلم هذا وتوقن وخلاص تفعل ما يفعله الناس وتعرض وتستمر في فعلك لا تقطعه من أجل الوسواس ولا تفعل شيئا من أجل الوسواس والله بإذن الله يشفى وقد جربنا هذا والله يا إخوة جاءني رجل يوسوس له الشيطان في امرأته أنه يطلقها وإذا ذهب بها إلى أهلها وقال ذهب إلى أهلك يأتي إبليس وقل طلقتها كان يتصل به أحيانا الساعة الثانية من الليل والثالثة من الليل يقول يا شيخ الآن هي بجواري على السرير هي امرأتي ولا طلقتها قلنا له في بداية الأمر اشتغل بذكر الله حتى تنصرف عن هذا الأمر فبدأ يشتغل بذكر الله فأصبح إبليسياتي إذا قال سبحان الله قال لا أنت تكني عن الطلاق إذا قال الله قال أنت تكني عن الطلاق وهذا عرض لما رأينا أن الأمر مشتد به أوصيناه بالإعراض فكان يعرض فترة ثم يعود فكان يأتي إلى بيتي أحيانا فأطرده من البيت لأنه ما دام يعرف أن هناك من يريحه سيستمر مع الوسواس ولكن أعطيناه القاعدة بعد فترة ولله الحمد والمنا استقامت حياته وذهب هذا عنه بالكلية لأنه ثبت على هذه القاعدة وأعرف أشخاصا كثيرين منهم من كان معه الوسواس أكثر من عشرين سنة وجاءنا ووجهناه وصبرنا معه شيئا ثم شفاه الله بهذه الطريقة فنصيحة للأخ أن يفعل ما ذكرت والله تعالى أعلم شكرا